طريق الدولي في جنيه وإجراءات روتينية صعبة التعقيد لحد الوقت يعني احنا أنا عن نفسي مخدش فيه مخدش التعويضات البعض أخذ تعويضات إجراءات صعبة تاني شيء في الطريق الدولي ده أنه هيمنع الخدمات من عليه يعني ما فيش خدمات للناس اللي يفتح كفاتيريا يفتح بنزيمة لا الجيش ما أخذ الطريق من أوله إلى آخره حضرتك أنا زلتي من أحد المتضررين من الكبريد تابع الطريق دولي المحافظة قال لنا نحن في تعويضات خمشار ألف جنيه في ناس خلصت إجراءاتها وصرفت على خمشار ألف جنيه مع أن ده مش تابن الأرض الحقيقي تابن الأرض الحقيقي حضرتك طبعا عارف أن هنا الإراضي عدي تلاتين ألف جنيه ويزيد نهايك عن فلوس الدنيا دي كلها ما تعوضناش عن الأرض الخاص بادية اللي احنا يعني بقالنا فيها سنين نزرع وتجيب معنا إنتاج جميل وإنتاج حلو وأرض من الأخصى بالأراضي موجودة في مصر يعني كل نز الدنيا ما تعوضناش عن الأرض دي طبعا حضرتك أنا متضرر من هذا الكبر وأنا طبعا هذا يعني يعني ضرر كبير ليه اشتركوا في القناة